أعلن رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري عن انتهاء اليوم الخامس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث تقدم رئيس حزب الوفد عبدالسند يماما بأوراق ترشحه وقال المستشار أحمد بن داري أن طالب الترشح قدم الأوراق والمستندات المطلوبة والمحددة قانونا من بينها سبع وعشرون تزكية برلمانية لأعضاء من نجلس النواب موضحا أن اللجنة تلقت حتى الآن ومنذ بدء فتح تلقي الطلبات ثلاثة طلبات الترشح في آخر اليوم النهاردة الساعة واحدة ومص حضر السيد عبدالسند حسن محمد يماما وشهرته عبدالسند يماما وقدم طلب الترشح ومرفق في المستندات المطلوبة مع طلب الترشح وده نهاية اليوم الخامس ويبقى النهاردة كده تقدم ثلاثة أشخاص لطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من انتخابات 2024 واللجنة ما زالت منعقدة حتى يوم 14 عشرة لغاية حتى الساعة 2 مساء وفقا للجدول الزمني اللي تم إعلانه من مجلس إدارة الهية الوطنية الانتخابات موسيقى موسيقى موسيقى